اشتركوا في القناة ويكونوا بمشيئة الله تعالى آخر ويكونوا آخر درس من دروس هذا العام ابدأوا مع أيها الأبضال في فتح الكتاب صفحة 53 ومع الوحدة الثامنة والبرنامج اليومي رقم 3 كنا أيها الأبضال قد شرحنا قبل ذلك البرنامج اليومي الأول في الدرس الأول صفحة 46 كما تذكرون والبرنامج الثاني صفحة 49 من يذكرنا أيها الأبضال بما تعلمناه في الدرس الأول والثاني نعم من يذكر تعلمنا دعاء الاستيقاظ صحيح الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وليه النشور أيضا تعلمنا المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وأنها أفضل صحيح من صلاة الفرد بكم أيها الأبضال نعم ب27 درجة تعلمنا أيضا في البرنامج اليومي أن أنام مبكرا لماذا أيها الأبضال من يذكر لكي تكون عند الصحة والنشاط والوقاية من الأمراض كذلك أستيقظ مبكرا وأصل للفجر وأذهب إلى المدرسة نعم بنشاط وحيوية وأدي واجباتي نعم أيها الأبضال منتزين كذلك تعلمنا أيضا الذهاب إلى المسجد في خشوع وضمأنين وعدم الجري إلى المسجد أيضا تعلمنا أيها الأبضال قراءة القرآن وثوابها العظيم وكذلك إبعاد الشيطان عن الإنسان والراحة النفسية التي تدلبها قراءة القرآن وكذلك تعلمنا من يذكر أيها الأبضال المواظبة على الأذكار الشرعية اليومية الصباحية والمسائية أذكار الصباح والمساء وأيضا تعلمنا من في الواجب المنزلي في البرنامج اليومي الفطور في المنزل مبكرا وعمل الطعام الصحي وأكله لأنه يعطينا الصحة والحيوية والنشاط وأنبه زملائي في المدرسة على هذا الأمر لكي يستفيدوا مني وتحصل الفائدة الفائدة كذلك أيها الأبضال تعلمنا في الدرس الأول والثاني ألا آكل لوحدي بل آكل مع أهلي كي تحصل البركة في الطعام وإدخل السرور على أهلي نبدأ الآن أيها الأبضال في الدرس الثالث البرنامج اليومي ثلاثة افتحوا الكتاب صفحي الثلاثة وخمسين أيها الأبضال انظروا إلى هذه الصورة وعبروا عن هذه الصورة ماذا ترون فيها نعم ولد ماذا يفعل نعم يؤدي واجباته المنزلية يؤدي واجبات المنزلية ولا أهملها مثل هذا البطل ومثلكم أيها الأبضال أيضا أداء الواجبات المنزلية انظروا عندما يكون علي واجبات منزلية ماذا أفعل هل أطلب المساعدة من أحد أفراد أسرتي أم أؤديها بنفسي وأطلب المساعدة إذا احتجت إلى ذلك أم أؤديها في المدرسة نقلا عن غيري أخذها من زميلي ماذا تفعل أنت أيها البطل نعم ممتاز تؤديها بنفسك وتطلب المساعدة إذا احتجت إلى ذلك سواء من معلمك أو من زميلك أو من أبيك أو من أمك أو من أخيك أو أختك في البيت إذا أؤدي واجبات المنزلية ولا أهملها ممتازين أيها الأبطال انظروا إلى الصورة التي بعدها تمانية قضاء الوقت بما يفيد على أي شيء تدل الصور الآتة انظروا أيها الأبطال إلى هذه الصور ماذا يفعلون هؤلاء الأبطال أمثالكم الصورة الأولى نعم ما شاء الله يؤدي الأعمال المنزلية في وقت الفراغ نعم الصورة الثانية يؤدي واجباته البراسية ممتاز الصورة الثالثة نعم يقرأ القرآن ممتاز يحفظ ما عليه من القرآن الكريم يبقى لابد أن أقضي وقتي بما ينفعني في ديني ودنياي نعم أيها الأبطال الممتازين تسعة خدمة الوالدين ومصاحبتهما عند زيارة الأقارب كيف أخدم والدين أتعاون مع مجموعة في ذكر أمثلة على خدمة الوالدين تعاون أيها البطل مع زميلك وزملائك ونبحث ونفكر في الأمثلة على خدمة الوالدين نعم من يقول نعم أُنفذ ألباتهما ممتاز شيء آخر من يقول أيها الأبطال نعم أحسن إليهما ممتاز شيء ثالثا نعم أعمل على راحتهما قدر استضاعة نعم طالب الرابع ماذا يقول نعم أتعد عما يغضبهما ممتاز أيها البطل يبقى هذا نخدم به والدينا أقرأوا الآية الكريمة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انظروا إلى هذه الآية أيها الأبطال اقرأوها مرة ثانية وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا في هذه الآية الكريمة أيها الأبطال أمران عظيما قرن الله بينهما من يرى؟ انظر إلى هذه الآية في نصفها الأول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَالِدَيْا ما معنى هذا أيها الأبطال؟ نعم عبادة الله وحده في النصف الثاني وَبِيَوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نعم الإحسان إلى الوالدين يبقى لعظم فضل الوالدين علينا أيها الأبطال قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله في آية واحدة ممتزين أيها الأبطال ما شاء الله نقبل يد الأب ويد الأم ورأسهما ونضيعهما أيها الأبطال كلكم تفعلون ذلك ما شاء الله ننتقل إلى النشاط طلب الأب من ابنه عبد الملك أن يرافقه في الذهاب لزيارة جده فماذا عليه أن يفعل؟ طلب أبوك منك يا بطل أن تذهب إلى جدك ماذا تفعل؟ هل توافق وتذهب معه؟ أم تلعب وتترك الذهاب مع والدك؟ نعم من يجيب كلكم ماذا تفعلون أيها الأبطال؟ نعم يوافق ويذهب معه ممتاز كما تفعلون أنتم النشاط الثاني أذكر بعض الآذاب التي ينبغي أن أتأدب بها عندما أزور أقاربي عندما تزور إلى أقاربك أيها البطل هل تعبث بألعاب أبنائهم؟ هل تفسد راحتهم؟ هل تضيقهم؟ لا أول شيء لا أفسد ألعاب أبنائهم ممتاز ماذا تفعل أيضا؟ اذكر لي أيها البطل نعم لا أرفع صوتي ولا أحدث ضجة عندهم ممتاز نعم طالب آخر نعم أيها البطل ممتاز أحافظ على أثاث المنزل ولا أعبث به ولا أضايقهم حتى يحبون زيارتي نعم أيها الأبطال عشرة البعد عن إيذاء الآخرين انظروا إلى هذه الصور أيها الأبطال أتأمل الصور التي أمامي ثم أبين أنواع الإيذاء فيها هؤلاء الأولاد يفعلون أشياء لنرى هل هي سيئة أم طيبة الصور الأولى ماذا يفعل هذا الولد؟ يمسك حجرا في يده ويطرق على الباب ماذا يفعل؟ نعم تشويه أو كسر الباب صحيح الولد الثاني ماذا يفعل بالماء؟ نعم يبذر الماء التبذير في الماء الولد الثالث ماذا يفعل؟ يمسك هذا الشيء ويكتب على الجدران نعم الكتاب على الجدران ويخرب الجدران ويشوه منظرها ماذا يفعل هذين؟ هذان الولدان ماذا يفعل هذان الولدان؟ نعم المشاجر بين شخصين يتشاجران ما رأيك في هذه الأفعال أيها البطل؟ سلوكيات خاطئة نعم وإذا رأيت ولدا يفعل ذلك أنصحه وأحذره من هذه الأشياء السيئة أما أنتم فلا تفعلون ذلك أيها الأبطال ما شاء الله عليكم التقويم أذكر السبب فيما يلي انظروا حرصي على تأدية الواجبات المنزلية لماذا تفعل ذلك أيها البطل؟ أنت؟ نعم تحرص على تأدية أنت تحرص على تأدية الواجبات واجباتك المنزلية لماذا تحرص على ذلك؟ خوفا من المعلم؟ أو خوفا من والدك؟ أم لشيء آخر؟ نعم لكي تنجح نعم وتتفوى يبقى أحرص على تأدية واجبات المنزلية لكي أنجح وأتفوق في صفي ممتاز أيها البطل اثنين أحرص على زيارة أقارب مع والدي طاعة لله عز وجل الذي أمرنا بصلة الرحم ألف ومن الأقارب؟ من يعدد الأقارب؟ أيها الأبطال أعم أنت؟ أيها البطل نعم ممتاز الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة وغيرهم باء ما رسالتك لمن يقصر في زيارة أقاربه؟ لو أن أخاك يقصر في زيارة أقاربه؟ أو زميلك في الفصل؟ ماذا تقول له؟ نعم أقول له صلة الرحم واجبة على كل مسلم وفيها ثواب عظيم فاحرص عليها أيها البطل منتاز تلاتة أختار التصرف الذي يعجبني دعاني أبي وأنا أذاكر دروسي أنت تذاكر دروسك وأبوك دعاك هل تكمل المذاكرة ثم تذهب إلي؟ أم تجيبه ثم تعود إلى المذاكرة؟ واحد نعم أجيبه ثم أعود إلى المذاكرة ممتاز أيها البطل أربعة نهى الإسلام عن إذاء الآخرين وعبر عن هذا المعنى بأسلوبه كيف تقول؟ ماذا تقول أيها البطل؟ نعم يجب على المسلم أن يحرص على عدم إذاء الآخرين بقول أو فعل أو إشارة أو حركة سيئة هكذا أيها الأبطال نكون قد انتهينا من الدرس الثالث من دروس الوحدة الثامنة درسنا البرنامج اليوم الأول والثاني والثالث لو ننخص ما درسناه اليوم فقد لخصنا في بداية الحصة ما درسناه في البرنامج الأول والثاني لو لخصنا ما أخذناه في البرنامج الثالث أيها الأبطال نعم ممتزين أداء الواجبات المنزلية صحيح نعم شيء آخر قضاء الوقت فيما يفيد مثل المذاكر وقراءة القرآن والأعمال المنزلية في وقت الفراء نعم وغير ذلك أيها الأبطال خدمة الوالدين وطاعتهما والأدب عند زيارة الأقارب وعدم إيذاء الآخرين وبهذا أيها الأبطال نكون قد انتهينا من دروس الوحدة الثامنة وكذلك انتهينا من دروس الفقه والسلوك لهذا العام والترمي الثاني أقول لكم كل عام أنتم بخير وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله وألقاكم بإذن الله تعالى العام القادم في الصفر الرابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة